وبعد فأقول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمر ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهري واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتما فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه عطر اللهم صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر